طب تعال ننقل كل دوت ونبلوره كده في التشكيل الامثل من خلال اللي احنا شفناه الكابتن حسام البدر يبدأ السقل اهم حاجة احنا قلنا ان هم لازم اول حاجة نخلي بالنا من ضربات الروكنية الحاجة التانية هم عندهم جبها يمين قوية فانا وجهة نظري اي من اشرف يبدأ كباك شما دي رقم واحد لازم ابدأ باي من اشرف الحاجة التانية ان هم عندهم نقطة ضعف واضحة كزا نقطة ضعف اولا حارس المرمى بتاعهم ضعيفة طب انا لازم اعتمد على التزديدات تزديد من بارة 18 الحاجة التانية لازم العب بلعب عشرة عشان يستغل المساحة اللي وراء الاتنين الارتكاس طب ناخدها ناخدها كده من كتشكيل اه كتشكيل اول حاجة في حراسة المرمى محمد الشناوي لا خلاف عليه وحارس الافضل في مصر يعني محمد الشناوي الاتنين المساكين احمد حجازي والونش طيب احمد حجازي نحية المين والونش نحية الشمال يعني على عدلة الونش لان انت لو ما بتتكلم على نحية الشمال يبقى عندك ايمن اشرف ايمن اشرف ممكن يكون سرعات الونش اكتر سرعة شوية من حجازي فممكن حتى الطرف اليمين لو عدى من ايمن يبقى فيه تخطير يبقى الونش بيرحل عليه والونش كمان بيمر بحلقة كويسة جدا بدنيا وصناعية حجازي ومحمود علاء الاتنين شبه بعض شوية صحيح الاتنين شبه بعض فانت محتاج مدافع مختلف عنهم شوية انا متفق معك بقى بنتكلم على محمد هاني محمد الشناوي ومحمد هاني واحمد حجازي والونش وايمن اشرف طيب نيجي الوسط المدافع الاتنين الارتكاز اه عمر السلية لازم يكون اساسي ليه لان طريق حامد والنني فيهم نفس النوعية شبه بعض ان هي حتة قطع الكرات حتى النني مع الارسنال اللي بيوم بالحتة دي فانا شايف طريق حامد وعمر السلية الاتنين ارتكاز واحد طريق حامد هو اللي حيديك العمق وعمر السلية هو اللي بيكمل حتى لو بدأ بالنني يبقى النني جنبه عمر السلية لازم عمر السلية يكون موجود لانه هو الوحيد يعني اه انا لو هتعمل لو هتعمل دابل او هتعمل اتنين مختلفين اعتقد الارتكاز طريق حامد والسلية اه طريق وعمر لان عمر بيزيد بشكل كويس وعمر بيمره بفترة كويسة جدا ما بيعرفش يعمل ستة كويس يعني نني اه حتى بنشوف في الارسنال بدأ يزيد يخش بس ايه خطورة الفرقة دي مش قوي مش قوي فممكن توقفش برضو نني حتة التمريرات عنده كويسة جدا فطريق حامد وعمر السلية قدام محمد مجدي افشا محمد صلاح تريزيجي مصطفى محمد مصطفى محمد مش احمد حسنك مصطفى محمد برضو بيمر بفترة كويسة هداف عنده خطورة العرضيات دي ماشي بشكل كويس اعتقد ان هو مع محمد هاني وايمن اشرف ليه حطيت ايمن اشرف مسلا مش محمد حمد عشان حتة خطورة الجابعة اليومنا اللي عندهم يبقى مساك تالت تحديدا مع واقف عكس محمد هاني اللي هيطير من ناحية دي يقدر يديك العرضيات مع جابهة محمد صلاح هم هيحطوله اكيد كل التأكيد هيعملوا حسابهم على محمد صلاح والنحية التانية تريزيجية وافشة برضو من افضل اللعيبة في النادي الاهلي في دورة ابطال افريقيا عنده حتة تزديد بيمر بفترة كويسة جدا وبرضو من قدام مصطفى محمد دكتور بنشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الرائع وان شاء الله يعني اكيد هيكون لنا لقاء تاني اكيد ان شاء الله بعد يعني مباراة كمان المنتخب نشوف الشكل العام هيبقى ازاي وطبعا كلنا نتمنى الفوز المنتخب لان بنمر الموقف صعب لكن احنا على مستوى اللعيبة وعلى مستوى الجهاز الفني ان شاء الله احنا قريبين جدا جدا من الفوز بالماتشين ان شاء الله بالتوفير للمنتخب ان شاء الله حتى لو اربع نقط من الماتشين دول بإذن الله ان شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله وانا يقدر ان احنا نتصدر المجموعة ونتأهل لكس الامر